وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السلع الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 446 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 127 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط قرابة 35 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السلع الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 73 طن أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط أكثر من 115.5 طن أقمح محلية